وتعبيراً عما اعتبروه تجاهلاً لمطلبهم المتكرر بإصلاح طريق وادي الجرون وإثرى وقوع حادث سير أودى بحيات ثلاثة أشخاص ظهر أمس وإصابة أخرين أغلق أو أغلق أهل بلدة المزار الشمالي الطريقة بالإطارات المشتعلة والأهالي وخلال اعتصامهم الذي تعاملت معه قوات الدرك طالبوا الجهات الرسمية بإصلاح الطريق ووضع متطلبات السلامة العامة لمنع تكرار الحوادث عليه كما عبروا عن غضبهم من إهمال الجهات الرسمية لمطلبهم بإصلاح الطريق الذي يشهد حوادث متكررة وفي ذات السياق صرحت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني بأن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية الدفاع مدني إربد تعاملت مع حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات في منطقة المزار الشمالي ونتج عن الحادث وفاة ثلاثة أشخاص على الفور وإصابة أربعة آخرين بجروح وردود في مختلف أنحاء الجسم نقلوا إثرها للعلاج في مستشفى الأمير راشد العسكرية مشكلة دائما معانا منه صلنا لقاية الشهر هذا الشهر هذا خمس خلق اليوم أربعة وفيات وست وفيات اثنين هذه الساعة جبناهم هذا هم اثنين هذا هم أربعة وفيات الآن قبل شوي هون بدنا مطبات وبدنا حلنا المشكلة الوادي هذا بدنا مطبات تايس عجل مصرف وجانا المحافظ وجانا ما فيش حلنا المشكلة بطريق وادي جرون بتمرق منه لواء المزار الشمالي كاملة أول إشي بيسوي حوادث فادحة بس إحنا بنشدد على وزير الأشغال وعلى الجهات المعنية يحلوا مشكلة وادي جرون حل جدري مشان المصائب والفاجعات اللي بتصير فيه ترجمة نانسي قنقر